مرحبا أحراجكم من جديد على الرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية اللي طالت معظم دول العالم إلا أن الاقتصاد المصري قدر أنه يجذب نسبة كبيرة من الاستثمار الأجنابي المباشر بزيادة قدرت على الأرض بأنها الأعلى من عشر سنوات هذا الأمر ده استعرضه مبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في تقرير الهيئة العامة للاستثمار خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن هذا التقرير الحكوم عن الاستثمار الأجنابي المباشر عن الاستثمارات اللي بتخش مصر في ظل توافر عدد كبير جدا من اللوجستكس من الفرص من الأراضي الصماعية من كل حاجة جاهزة بتستقبل هؤلاء وأيضا عن المؤتمر الاقتصاد القدم مرحب دكتور وليد جبالله الخبير لإقصادي عضو الجمعية المصرية للإقصاد السياسي والإحصاء والتشريع أهلا بارك يا دكتور أهلا وسهلا أستاذ مصطفى أهلا وسهلا أستاذ هدير أهلا بحضرتك في البداية أكلمني السياسات المصرية لجذب الاستثمار الأجنابي المباشر كيف اختلفت عن السابق وإزاي وفرنا احنا في مصر لوجستكس أراضي مصانع للمستثمر الأجنابي اللي عايزينه ييجي في ظل أزمة مالية عالمية خليني طبعا نبدأ فعلا بدا علشان نشوف إزاي إن احنا وصلنا في هذا التارير بس اسمح لي أنا عايز قبل ما يعني أقولي الأسباب أحدد الإطار اللي هنتكلم عنه في التارير نحن نتحدث عن العام المالي 2021-2022 اللي انتهى الإنقضة بالفعل اللي هو كان سبع شهور منه سبع شهور وعشرين يوم قبل تدعاية الحرب الأوكرانية وجزء متعلق بتعافي كورونا وفيه جزء آخر متعلق بتدعاية الحرب الأوكرانية فهذا الإطار الزمني في التارير اللي بنتكلم عنه في التارير كان إيجابي جدا في هذه الفترة في إطار هذه الظروف لكن إزاي إن احنا وصلنا له وصلنا له طبعا بمجموعة كبيرة جدا من الإجراءات بدأت بها الدولة من خلال سدد مستحقات شركات البترول والغاز الأجنبية من أجل توفير الطاقة لأنه مش يكون عندي استثمار من غير ما يكون عندي طاقة من غير ما يكون عندي غاز مصر اشتغلت بأنها تطور حجل الغاز وعدنا إلى أن نكون دولة لديها الغاز الكافي وبنصدر اشتغلنا على الكهرباء وأصبح عندنا كهرباء 25% زيادة من الكهرباء اشتغلنا على تهيئة البنية التحتية والأراضي الصناعية أيضا في مجال تهيئة بيت الاستثمار صدر قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ومرتبطة به من تشريعات اندمجنا أيضا في عدد كبير من التكتلات الاقتصادية الخارجية اللي بتساعد وبتحفز العمل في الداخل والاستثمار اللي أن أصبح لدينا أسواق بتشتغل في الخارج برنامج إصلاح اقتصادي نجح بامتياز في فترة من نوفمبر 2019 حتى نوفمبر 2016 حتى نوفمبر 2019 لكن الواقع وبمتاز صراحة احنا كنا ننتظر نتائج أكبر من ذلك بكثير لكن البرنامج الإصلاح الاقتصادي لكن دي ظروف عالمية جات على موضوع الإصلاح الاقتصادي ببرنامج بتاعنا انتهى في نوفمبر في يناير ظهرت كورونا يعني احنا انتهينا في نوفمبر في 12 في شهر 12 ظهرت كورونا في الصين ابتدنا من شهر فبراير كورونا ابتدت مصر تتأثر بيها الأمر اللي أدى إلى تباطؤ نسبي في حركة الاقتصاد العالمي مش على قد مصر بس فكان هناك صحيح احنا قدرنا في فترة كورونا نحن نتاصل أزمة ان احنا نعدي منها بمعدلات نمو كانت عالميا هي الأعلى ولكن ده على المستوى العالم استثمارات اللي كنا عايزين نجذبها ما كنتش على المستوى اللي احنا عايزينه ومش بسبب يرجع الاقتصاد المصري ولكن بأسباب متعلقة به حركة التباطؤ اللي ارتبطت بكورونا مع بداية الدنيا تكون أحسن ده بدأ مع العام المالي اللي بنتكلم عنه في التارير العام المالي عشرين واحد وعشرين عشرين اتنين وعشرين بدأ النصف الأول من هذا العام بداية مبشرة جدا ونجحنا في تحقيق معدل نمو وصل تسعة في المية نجحنا في جذب استثمارات بدت جزء منها من خلال التارير اللي طرحه الرئيس التنفيذ الهيئة الاستثمارة على رئيس مجلس الوزراء فبدأت النتائج كانت مبشرة جدا وكنا منطلقين وحققنا بالفعل نتائج جيدة ظهرت في هذا التارير طبعا الظروف بتاعة الحرب الأوكرانية قدتت مشكلة فأنا بيهمني لما بقيم تارير بقيمه في إطار المجهودات الحكومية وفي إطار الظرف المحلي والظرف الدولي بالتالي فإن أنا أمام تارير في إطاره الزمني مهم جدا ناجح جدا جدا يؤسس لمزيد من النجاحات خلال المراحل القادمة طيب دكتور ويد عايزة روح معك للمؤتمر الاقتصادي والمرجو والمنتظر من مخرجات لهذا المؤتمر يعني الدولة هتقدم ايه للقطاع الصناعي ولدعم القطاع الصناعي من خلال المؤتمر الاقتصادي وإيه المنتظر كمان من رجال الصناعة أنهم يقدموه داخل هذا المؤتمر خلينا نقول في البداية أن المؤتمر الاقتصادي هو مؤتمر أول حاجة بيعبر عنها المؤتمر أنه هو إحساس السيد الرئيس بما يدور في مصر بدأ بعض الخبراء يتحدثوا عن سياسات بديل بدأ بعض المستثمرين لهم طلبات اللي بيتحدث عن شيء بيتحدث من وجهة نظره هو من رؤيته هو ولكن صناعة القرار الاقتصادي لها محددات فمهم جدا وارتقى السيد الرئيس أن يكون هناك مؤتمر اقتصاد يضاف إلى الحوار الاقتصادي اللي بيتم فيه جلسات الحوار الوطني بحيث يكون كل من له رأية كل من له فكرة كل من له سياسة أو أحد محاور سياسة بديلة يبدأ يعرضها ولكن يعرضها يعرضها في الإطار يعرضها في إطار منقاشات عملية تتناول أو يحددها محددات صناعة القرار الاقتصادي بالتالي أتى هذا المؤتمر المؤتمر بيشارك فيه أكتر من 20 جهة ومؤسسة بيشارك فيه خبراء رجال أعمال صناع لكن إيه اللي أنا بنتظره من المؤتمر الحقيقة أفكار خارج الصندوق أفكار تفصيلية لأن عندي مشكلة ده مش أول مؤتمر مصر كانت مليانة مؤتمرات قبل كده أنا مش جاهز أنا كمواطن أن أسمع توصيات مكررة أو توصيات في العموم على طريقة تفعيل دور الكتاع الخاص تشجيع تشجيع الاستثمار خلينا أكلم معك بصراحة علشان برضو نستفيد جدا من وقتنا من وقت حضرتك ربما الصناعة الدولة شغالة فيها وعملت مجمعات صناعية ومستنية ومستثمرين ولكن طبق حركة الحاجات مش مخلية صناعة أحلى حاجة رغم أن فيه مجود كبير جدا بيتم فيه هذا الإطار أنا اللي أقدر أغيره في وقت زي ده السياسات المصرية المتعلقة بالسياحة ناس كتير جدا اتكلمت أن إحنا ممكن دولة تجذب عدد كبير من السياح بتغيير بعض السياسات رأي حضرتك في هذا الأمر ربما أثير هذا الأمر في عدد من البرامج قبل كده يعني إحنا دولة ممكن نبقى دولة سياحية إحنا عندنا كل حاجة في الدنيا عندنا قصار عندنا شواطئ عندنا مصار العائلة المقدسة عندنا قصار إسلامية شاهدتي مجروحة في القصار لو اتكلمت بس أنا مش عارف أوصل عدد كبير من السياح اللي ممكن يعمل لطفرة زي حتى دول المحيط أسبانيا تركيا كل الدول المغرب هقول لحضرتك حاجة في هذا الإطار الإطار العام المؤتمر ما بيتحدثش عن استراتيجية لأن مصر بشغال على 20-30 وما عندنا مشكلة في الاستراتيجية بنشتغل على المدى القصير وعلى المدى الطويل نبحث عن حلول تفصيلية ولا نبحث عن فلسفات أو صفصة اقتصادية لما بنطبق ده على كافة الكطاعات يمكن خلق عن طريق كافة الكطاعات تقديم مجموعة من الأفكار المدروسة اللي تحاول تحسن الاقتصاد المصري الاقتصاد المصري مش عايزين ننشغل بالسياسات المالية والنقدية وهي مهمة لكن إذا تحسن الاقتصاد ستتحسن المالية العامة وستتحسن السياسات النقدية دوصورة تلقائية لما باجي أتكلم في تفاصيل هبدأ من الصناعة برضو الصناعة المصرية على المستوى الكبير كل دولة بتشتغل في مشروعات الهيدروجين الأخضر بتشتغل في مصانع كبيرة جدا ما عنديش فيها مشكلة لأن كل الكائنات اللي في العالم بتتمنى تشارك مصر لكن أنا عندي مشكلة فيه هيكل الصناعة المصري هيكل الصناعة محتاجين نبحث عن حلول محلية طول ما دميات بتستورد الخشب من الخارج هيكون عندي مشكلة لأن أنا بستورد الأخشاب اللي بصنع بيها محتاجين الصين عملت أساس بكرتون المضغوط أنا في صناعة التغليف طول ما أنا بستورد مكونات البلاستيك من الخارج هيكون عندي مشكلة وأزمة الثلاثة للعالمات في العالم كله تجبرنا لده زي ما كورونا أحداثة فارق مثلا في تطور التكنولوجي داخل المدارس أعتقد أن الأزمة العالمية دلوقتي ترجعنا لده محتاج حلول محلية محتاج أن أنا إزاي أعمل صناعة التغليف في ممتجات محلية في مجال السياحة في مجال السياحة إزاي هناك بعض الأفكار بعض العراقيل البسيطة اللي من الممكن أن تواجه السعيد جدا يعني أنت بتتكلم مثلا عدم تطبيق القانون والتراخي في قصة مثلا قصص كتير جدا زي مثلا قصة التحرش بالأجنب أو مضايقتهم في الهرم رغم كل القوانين اللي يتحططوا رغم كل وجود آلية تنفيذ القانون إلا أن السائح مازال يشتكي والإجابة على ده الفلوجرز اللي بيجوا يا واحد اثنين النظام بشكل عامل تكاسي في عندنا مشاكل يا فندم لو غيرنا سياساتنا أعتقد أن إحنا حنقدر نجذب نشتغلنا إلكترونيا حتى على بوكينج على كل المواقع دي أنا محتاجة أتكلم في التفاصيل كل حد في مهنة معينة ممكن يقول فكرة أنا لو قدرت أخرج من المؤتمر ب500 فكرة معينة قابلة للتطبيق هقول لها في كل الكطاعات لأن الاقتصاد داخل في كل الكطاعات أقول لها حضرتك حاجة بسيطة أنت تعرف أن عندنا مثلا معظم مدارس مصر ما بتشتغلش فترة مسائية إذا أنا عملت شراكة مع الكطاع الخاص وقلت أن أنا ممكن يكون مستثمر يأخذ مدرسة فترة مسائية الله عليك مدرسة فترة مسائية ويدخل معايا شراكة يبقى أنا ضعيفة عدد المدارس وقضيت على الدروس الخصوصية الله عليك ويدفع فلوس للدول أي فكرة خارج الصندوق هيأجر المدرسة في الفترة المسائية وكذا شغل المدرسة فترة صباحة وفترة مسائية وقضينا على الدروس الخصوصية ده حاجة بسيطة جدا لو أنا قلت لك في الكطاع الزراع لما هو نطبق عليه الأفكار الاقتصادية عندي مشكلة في الكطاع الزراع أن أنا طركت الحرية الاقتصادية للفلاح والفلاح ما هوش مؤهل لاتخاذ قرار اقتصادي صحيح ما يعرفش هو بيزرع إيه يزرع إمتى وبيبيع إزاي ويشتري إزاي لو أنا عملت اتحاد شاغلين للحوض الزراعي زي ما بعمل اتحاد شاغلين للأمارة السكنية يكون اتحاد شاغلين للحوض الزراعي يحدد المحصول اللي هي الزراع يشتري البزر والمبيدات بأسلوب جماعي يبيع المحصول بأسلوب جماعي يوحد الزراع على الحوض كله وينظم ذلك يحافظ على المنتج اللي 60% منه في بعض الأحيان بيفسب بسبب النقلة وصوء النقل هتلاقيني نقلت القطاع الزراعي هناك الكثير والمئات من الأفكار البسيطة اللي من الممكن أن تحسن أداء الاقتصادي في كل قطاع أي القطاعات اللي ممكن نبتدي الاستثمار فيها تبقى قاطرة للتنمية الاقتصادية لا نقدرش نغفل أن القطاع العقاري سيظل القطاع القائد للتنمية في كل العصور لأنه قطاع سريع قطاع ناجح قطاع بيشغل عملة بسيطة وفي التارير اللي ذكرناها الخاصة بالاستثمار يعني نحو مليار ما يقترب من مليار دولار هنا استثمارات دخها غير مقيمين لشراء عقارات مصرية يعني أنا شايف أن القطاع العقاري طبعا هايل بس أنا شايف أن مصر يعني عملة فيه طفرة كبيرة أنا ما عايز أتكلم عن القطاعات اللي إحنا لسه ما عملناش فيها طفرة كبيرة الصناعة السياحة التصنيع الزراعي يعني إحنا ربما عملنا مستقبل مصر وعملنا شرق العوينات وعملنا وعمل تشكة لكن إحنا محتاجين التصنيع الزراعي أعتقد فيه ملفات كتير جدا ممكن تنا المصر وإحنا عندنا كمان بنية تحتية وعندنا عمالة وأنا عايز أفرق ما بين قطاعات خفيفة وقطاعات سقيل فيه قطاعات خفيفة سهل الحركة فيها وبتنقل الاقتصاد زي القطاع العقاري وقطاع البنية التحتية وزي ما حضرتك ذكرت قطاع السياحة وقطاع الاتصالات المردود فيها بسرعة بيجي لي بقى الكطاعات السقيلة الكطاع الصناعي والكطاع الزراعي دي قطاعات تقيلة أنا عند الزراع لسه لحد النهاردة بتزرع على التقويم الإبتي فدي القطاعات التقيلة دي محتاجين ندعم هذه القطاعات التقيلة لكن لما بقولي أن أنا عايز أرفع نمو الكطاع الصناعي أرفع نسب نمو الكطاع الصناعي والكطاع الزراعي ده مش معناه أني عايز أبطئ من نمو الكطاعات الكطاع العقاري لا أنا عايز أرفع معدل نمو الكطاعات السقيلة إلى نفس نسب معدلات نمو الكطاعات الخفيفة لكن مهم جدا أن أستمر في تحقيق معدلات نمو في الكطاعات السهلة الكطاع الاتصالات والتكنولوجيا ده من الكطاعات اللي ممكن تدخل عائد كبير جدا لمصر والكطاع السياحي لدينا فيه ميزة نسبية مهمة جدا أن احنا نقدر نشتغل عليها لما باجأت كلم في المؤتمر الاقتصادي أنا حاسس لما شفت جدوى الأعمال اللي تم الحديث عنه هو جدوى الأعمال شامل أكثر حاجة لفتت نظرك في هذا الجدوى أنا أكثر حاجة لفتت نظري أنه هو بيبدأ من حيث انتهى الوضع احنا ما نبدأش من الصف لأنه هيكون هناك عرض للإنجازات اللي موجودة عرض للطرحات اللي موجودة عرض للتوجهات اللي الدولة بتقوم بيها أمام الحاضرين حتى يضيفه مكشفة ومصرحة بالوضع الاقتصادي لتنمية هذا الوضع احنا اشتغلنا ووصلنا حتى هذه المرحلة تقدروا تضيفه في كل الكتعات المؤتمر هو بدعوة كريمة من السيد الرئيس ولكنه ملك للحاضرين فيه أنا كمواطن منتظر النتيجة مش جاهز أن أسمع توصيات بلاستيكية مقررة غير قبلها للتطبيق توصيات فلسفية أنا منتظر حلول حقيقية حلول برس في الوقت قاتل حقيقية قريبة من الأرض سريعة منخفضة التكلفة تغيير السياسات يعني حاجة بتكلم في تغيير السياسات ربما ده الحل الأسرع يعني أتصور أن السياسات الأهم بالنسبة لي تقديم أفكار تقديم أفكار وتحديد طلبات تحديد طلبات يعني المستثمرين مشاكلكوا واحد اتنين ثلاثة والدولة حضرة بكل أجهزتها نشتغل على المشاكل يعني أنا أقول لحضرتك حاجة برضو في إطار الأفكار إحنا بنقدم حوافز كتير جداً للمستثمرين كل مستثمر لما بتيجي تكلم الغرف التجارية لما بتيجي تحدد الحوافز اللي طلبها بتطلب حوافز ذات سيمة معينة الاتحاد الصناعات كل صناعة محتاجة حوافز هل من الممكن أننا نحدد مثلاً أن يكون لكل مشروع 100 نقطة 100 نقطة حوافز ويختار هو من ضمن الحوافز الحوافز اللي تناسبه هو أنت تشارك بقى في المؤتمر يا دكتور صدتنا بيشاركوا وإحنا دعمين طبعاً شكراً لك حضرتك شكراً جزيلاً دكتور وليد جبالة الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع شكراً جزيلاً على وجودك معنا على أي حال الجميع ينتظر بشغف شديد المؤتمر الاقتصادي اللي حيوقت نهاية هذا الشهر أعتقد أن في جهود حكومية كبيرة جداً نحتاج إلى أفكار خارج الصندوق سريعة التنفيذ فيها تغيير لعدد ربما من السياسات الحكومية اللي تصرع عجلة الإنتاج شايف ملف السياحة ربما هو الأبرز الأهم على هذه القائمة لأنه لو حصلت فيه خلخلة بسيطة شغل إلكتروني تسويق ما نقلش أبداً عن دول الجوار الصناعة محتاجة شغل كبير محتاجة كوادر ولكن يعني أملف ربناك